اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان حبيت في هذه الحلقة اوضح شيء كتير كتير مهم انا كنت كتبت او هيك بسريع هل حقا ان الدين عند الله هو الاسلام وكان في ردود فعل كتير كان في طبعا ردود فعل ايجابي كتير وكان في ردود كثيرة سلبية ولكن الشيء اللي انا استغربت له انه كتير من الردود ما كانش في رد على السؤال وانا لما كتبت او لما تكلمت في هذا الموضوع هو بكل بساطة انه دايما بتصلنا على صفحة نور لجميع الامم ان الدين عند الله الاسلام او ما نبتغى يعني دينا غير الاسلام فلن يقبل منه الى اخره وانا كل اللي حبيت اقوله طب هو ايش قدمه حاولت افهم انه احنا بالنسبة لنا يعني شخصية يسوع وكمال يسوع سواء في القرآن او في الكتاب المقدس تتفوق على كل الانبياء فالسؤال لو انا عاوز اتبع عاوز اتبع شخص ميت ولا شخص حي وبتمنى انك ترجع لهذا الموضوع اللي اتكلمته هل حقا ان الدين عند الله هو الاسلام فلما اتجاوب يعني ما تخفي راسك انت مثل النعامي بالعكس يعني رد وكون صادق مع نفسك لانه عصر العنف او انك يعني ترد ردود مخادعة لا تقبل ولسيما انت عارف انه يعني لا بتكلم بكل محبة معاك بس انت عارف كتير من البرامج وانا اتكلم مش عن البرامج المسيحية برامج كتير ملحدين مثلا لتركوا الاسلام وعم بهاجموا وعم بحطوا اسباب كتير ليش تركوا الاسلام طبعا مش بس انت عندك المشكلة كمان احنا عنا المشكلة كتير من المسيحية ارتدت وتركت المسيح وكتير من اللي كانوا مسيحيين اصبحوا ملحدين واحنا عم منرد طبعا على هؤلاء الناس لما بيبعثونا طبعا منرد ردود كتابية من حاول اقناع بس شو اللي لاحظت انه للأسف كتير من اللي يعني سمعوا صار يهاجموني انا شخصيا مع انه انا مش بس بحب انا بعشق المسلمين صار يهاجمني شخصيا البعض الاخر صار يكتب انت بتثير فتنة وطبعا بالعكس تماما انا لا اثير الفتنة والبعض الاخر يعني بيردد نفس الكلمات على كل الصفحات قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد او مثلا شخص يقولك انت كافر واوة كل هاي الردود اللي صارت معروفة انا لما شخصي بيسألني سؤال انا امين مع شخصي امين مع نفسي عارف لما بيسألوني هل انت قرأت القرآن هل انت عارف عن الإسلام الغريب انه بقولك انت اقرأ او ادرس يا حبيبي احنا كل العمر احنا ندرس وهي ثقافتنا وهي دراستنا فالردود ما هياش بتيجي بشكل انفعال وعلى فكرة ما هواش دين ضد دين لانه اصلا متل ما بتسمع العبارة ان المسيحية اكتر من دين المسيحية حياة حياة اللي انت بتتمثل فيها بشخص صراحة هل في شخص انت ممكن تتمثل فيه خليك صريح واذا بتقول لي في شخص بتتمثل فيه مثلا نبي بدك تعطيني الاسباب لكن ما تهاجم ولا تقول انه خير امة اخرجت للناس او اشرف خلق الله او كل هاي الردود اعطيني الجواب حتى اعرف كيف انت بتفكر وحتى انا ارد عليه وطبعا عندنا العديد والكثير فالغرض انه يعني ما تهاجم بطريقة عمياء ولا الدافع كأنه يعني هل هو الله ضعيف انك تدافع عنه وهل لهالدرجة انت مزعزع انه اي كلمة بتثيرك بتخليك تجن في لهالحد هذا اللي عاوز اقوله انا قلت انه لا يعني بالنسبة لالله في تواصل في معاملة وانا اؤمن لا اؤمن بكتاب اخر الا بالكتاب المقدس في موضوع الخلاص لانه الوحي الكتابة من سفر التكوين الى سفر الرؤية يصير بتسلسل بتناغم بتناسق بانسجام ما فيش تناقضات لا تنقضات مع كتب اخرى ولا تنقضات مع نفسه الكتاب المقدس بيصير عبر العصور يعني اتكتب في فترة اكتر من 1500 سنة اكتر من 40 كاتب في في مقاطعات مختلفة والغريب انه ما حد ناقض التاني وما حد وكل المحور هو مجيء يسوع المسيح فالسؤال يعني لما بتقولك تتكلم عن تفوق دين الى اخرى اعطيني اسباب مثل ما ذكرت شو قدم للانسان من ناحية شخصية المسيح قدم الخلاص من الخطية شو قدم للحضرات للناس للشعوب ايه القوانين اللي غيرت الحضرات وهكذا يعني بالنسبة للمسيح واضح جدا احنا نؤمن بتفوق المسيح لانه فريد متميز ولد من عذراء عاش حياة كاملة بلا خطية لم يعتذر لم يتردد لم يقول اغفر لي مما تقدم او اتكلم عن الحياة الابدية بوضوح وتكلم في كل اللي اتكلم يسوع كان حازم حازم ما فيش اي تردد ولا اي واحد يستطيع ان يأخد مثلا بمفاجأة لكن انا لما بقرأ مثلا كتب تاني او كتابك ممكن احكي لك عشرات الاديلة اللي لا استطيع مثلا ان اقبل دينك والشيء العجيب انه الدين او اذا صح التعبير الدين كتير من المسيحين بحبوش هاي التسمية تسمية الدين ولكن لانك انت هاي الكلمة اللي بتفهم خلينا اقول الدين المسيحي بصير في تناغم وانا لما قلت طب اذا انا قرأت القرآن وجدت تفوق المسيح سمو ورفعت المسيح يعني تخيل قيل عن المسيح انه كلمة الله انا بتكلم عن القرآن انه روح الله علام الغيوب الخالق صانع المعجزات واو الاخرية يعني كل هذه تجعل من المسيح شخص متميز شخص متفوق فانا عاوز اسألك ايه اللي بميز دينك حتى انت يعني تقنعني او تقنع الجمهور بتاعي انك لازم تتبع لهذه الاسباب وهذا اللي انا كنت حابب اسمع منك لكن للأسف كانت الردود كالمعتاد يعني ما بخشش في الموضوع دايما بدور في دائرة حول نفسه فانعاوز اقول لك بكل محب اليوم اذا بدك تتكلم عن الدين او انت بدك تتكلم في صفحتنا حط اسباب وحط براهين ليه انا لازم اؤمن مثلا في دينك الرب يباركك وبصلي من كل قلبي لكل اخ ولكل اخت بشاهدونا وصدقوني من كل قلبي انا بتكلم انا بحكي بمحبة بمحبة المسيح ربنا يكون معاك وفعلا بصلي انه الله ينير الاذان ويفتح العيون